الأزمة الاقتصادية العالمية هي الشغل الشاغل للجميع جميع وسائل الإعلام بل وساسة في كل الأماكن في كل الدول الجميع لا يتحدث إلا عن الأزمة الاقتصادية وحتى لا نكون متحدثين عن هذا الأمر بشكل عام تحديدا أزمتي الطاقة والغزاء الطاقة وأسعار البترول التي ارتفعت ارتفاعات قياسية وما زالت وأسعار الغزاء نتيجة انخفاض المنتوج أو الانتاج وأيضا هذا الحصار المميت الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية لملايين الأطنان من الحبوب ما زلت محاصرة في قبلة الشواطئ في البحر الأسود السواحل الأوكرانية والروسية تحت مظلة استمرار الحرب العالم أصبح يشعر بالقلق الشديد العالم أصبح يشعر بضرورة الوصول إلى حلول ناجعة وسريعة وعاجلة لأن القضية لن تطول فقط الدول المتنازعة ولن تطول فقط الدول الفقيرة وإنما باتت تقلق جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية